اشتركوا في القناة وهذا ملاحظ بعض الناس التي اختلفت معه في وجهة نظر انقلبوا في جميع الحسنات سيئات ولا يقبل منك صرفا ولا عدلا يعطي هذه وجهة نظر مثل والمصير وأنت المخطئ ويبقى من الإخلام ولله الحمد فيه شيء من الثعة وفيه مجال للجبهاب إلا ما ورد فيه النصور والإنسان مأدورا على جبهابه ولو أخطأ ولله الحمد فهذا المخطئ رحمة الله عز وجل فالمسلم عليه أن يحرث على المحافظة على أعماله الصالحة التي سعى في جنبها ولا يكون مفلسا فالمفلس لن يأتي لأعمال في رواية في الجبال ثلاث سياء مصدقة وبر وأمر بمعرفة أن ثم يرزعها يغطي فلان وفلان وفلان وعلان فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته خير في انتهت الحساب يضاف إليه المسيئات والحديث الصحيح والله مستهلا ألكم لحال أعراض المسلمين كما قرر أهل العلم شوفرة من حفر النار فلتق الله سبحانه وتعالى طالب العلم على وجه الخصوص ولا يدعي السوحة من أرذبات لا مانع أن ينبه الإنسان على الخطأ ونقال فعل كذا خطأ منهب شيخ الإسلام رحمه الله التشديد على البدع وأهلها والرب على المتدع بقوة وتفليد أقوالهم لكن وجاء للأشخاص وهو متلدسون بهذه البدع التمثل كثير منهم الأعلى فرق بين أن تتكلم عن الفكرة وأنه مخالض للشرع بدليل كذا وكذا إذا كان في أدلة أما إذا كانت وجهة نظر فتبين رأيك ولا تفربوا على أحد